صار فهمي للدين مو تسليم في طريقتين للوصول إلى الإيمان الحمد لله في أمريكا يعني الحمد لله الله أكرمني أنه ما مريت بفترة انحراف ومن بداية وجودي في أمريكا احتكيت بالعمل الإسلامي ومع الأيام الدكتور مثلا أحمد تتنجي الذي كان قائد العمل الإسلامي في أمريكا في ذلك الوقت اختارني أن أكون معاه في قيادة العمل وأنا عمري 19 سنة فهذه المشاركة مع الكبار هؤلاء ومنهجياتهم وقراراتهم يعني علمتني علمتني القيادة وعلمتني الدعوة وعلمتني الخطابة وعلمتني الفتوى وعلمتني العلم الشرعي لكن أيضا تعلمت المسيحية واليهودية وأخذت كرسات في مقارنة الأديان ويعني طبعا صارت بيننا وبين القشاوشة نقاشات وحوارات فصار فهمي للدين مو تسليم وإنما عن اقتناء حقيقي في طريقتين للوصول إلى الإيمان طريقة التسليم وطريقة الشك طريقة التسليم إن أنا خلاص اللي تعلمت هو الحق ويعني الديني هذا هو الذي لا حق غيره الطريقة الأخرى طريقة الشك إنه في احتمال يكون في دين آخر أحسن من ديننا في احتمال يكون أرى أحسن من أرانا فالحل أني أدرسها وأشوفها وأقارنها فأنا وصولي يعني الإيمان في الدين الحمد لله ما كان طريقة التسليم في البداية كانت تسليم الحياة الأمريكية علمتني إن لا الشك هو الطريق الأعمق للإيمان وإذا شكيت ودرست وتأكد عندها سيكون إيمانك راسخ أكثر من اللي يسلم لأن أبو وأمه مسلمين بس شكرا